السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متابعي قناة شهيوات فطيما مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد ووصفة اليوم ان شاء الله عبارة على وجبة سهلة وسريعة التحضير ممكن تحضروها للغدا كيف يمكن لكم ايضا تحضروها للعشا فهي سهلة وسريعة التحضير ايضا ايضا مكوناتها مع لكم غير تبقوا مع خطوات الفيديو ومكوناتها بسيطة ومكوناتها بسيطة انا متوفرة في كل بيته وكيف تلاحظوا معايا فهذه هي النتيجة النيائية اللي كانت تحصل عليها الوجبة او لان قدر تسميها ايضا ترطيها لانا يعني مكون الاساسي ديالا هي البطاطا فكاجي على هاد شكل الديدة في الماداق تستحق تجريبة باش تعرفوا معايا طريقة تحضيرها وايضا مكوناتها مع لكم غير تبقوا مع خطوات الفيديو وفرجة ممتعة فبسم الله على بركتي الله بالنسبة للمكونات فعندي ثلاث حبات كبار من البطاطا قرابة كيلو يعني حبات ديال البطاطا يكونوا كبار مايو عادي الكيلو غرام كنناخدهم كننزول ليوم القشرة ديالهم ومن بعد كننقطعهم مكعابات كتكون صغي كنا كيف ما كتلاحظوا معي باشا كده كيسهل علينا الاستيواء ديالهم يعني بسرعة كيوجدوا لنا في الطيام ما كياخدوش معنا وقت كتير عندي ايضا حبة من البصل اللي كتكون كبيرات الحجو اللي كنكون شلطها احتها هي رقيقة كيف ما كتلاحظوا معايا فهنا يا عندي مقلات اللي كيف ما كتلاحظوا معايا عملت فيها كمية معقولة من الزيت هذيك المقلات الكبيرة وهذه المقلات الصغيرة درت فيها تقريبا ملعقة كبيرة من زيت نباتية وغادي نخلي علانة لي مهيلة نوضع فيها ديك البصلة ونخليها تشحر على خطرها الوقت اللي كتشحر فيها ديك البصلة راه البطاطا حتي كتوجد كيف ما كتلاحظوا معايا فهذه زيت راسخنات والنار كتكون مطا وسيطة ما نجهدوش على البوطة باش هكذا ديك البطاطا ما تخطف لنا شو التحمر احنا بغيناها الطيب يعني مزيان وماشي بحاجة باش ماشي يعني ما بغيناها شو التحمر يولي اللون ديال الحمر لا يدخلها الطيب وتبقى بيضا ملاحظة صراحة انا كتعجبني الترطيب هالطريقة يعني تكون البطاطا مقلية ولكن الى بغيتوا تسلقوها فكيبقى لكم الاختيار مما دا مجرد اقتراح وانتو مراعينكم ميزانكم مرة مرة كتبقوا وتحركوا في هذيك البطاطا تحركوا وتحركوا وتحركوا ومن كتدخلها الطيب كيف ما كتلاحظوا كتقسوا على هذه الشكل بليد لكم كتلقاوها ولات الرطبة ودخلها الطيب مزيان كتزولوها من على النار كيف ما كتلاحظوا ما كتوضعها بحالانا استعند بالكسكس ديال الكوكوت هكذا باش كتصفالينا من ديك الزيت كامل اللي غادي نهزوها من بعض القليل سافي البصلار هات صبحات واجدة البطاطا تحتي كنخليهم على جانب كي ياخدوا درجة حرارة المطبخ وهنا يا عندي خمس حبات من البيضة بالنسبة لكميات البيضة من ربعتها الخمسات البيضة تعينكم ميزانكم والقليل من الملح خدوا بعيد الاعتبار باناني راه ما استعملتش الملحة نهائيا من الاول لف البصلار لف البطاطا مني كانت تقلو فهنا يوضعت غلق قليل من الملح وايضا واحد لقرابة ملعقة صغيرة مع مراش من الفول الاسود اي الابزار والقليل من القزبر المعدنوس مخلطين مع بعضياتهم كانوا عندي ديجف المجمد الى كانوا ترايين يكونوا احسن ودفت هذيك البصلار من بعد ما اخذاتينا درجة حرارة المطبخ طررت الكل جيدا كيف ما كتلاحظو ودفايا غادي نضيف البطاطا من بعد ما تسقطرت لنا من ديك الكميه اللي كتكون ديال الزيت من قليل وهنا يكن بداء نخلط بالاستعانة بالفوي كتحاولو تمعكو ديك البطاطا شوية باشاكدات باشاكدات تولي لنا يعني تماسك لنا وتخلط لنا مزيان مع كل مكونات على هاد الشكل ممكن تستعنوا بفرشة طال مهم انتوا معينكم ميزانكم حاولو تمعكوها شوية حتى كنحصلوا على هاد الشكل ما كتكونش على شكل بوري وانما كتكون مهم شوية اكخازي هنا مقلات غير لاسيقة دهنتها بالقليل من زيت نباتية كنوضع فاكا مرحلة بحل يكن ناخد هاداك الخاليطة ديال البطاطا كنقسمو على زوج مرحلة الاولى كنوضع واحد طبقة كتكون في التحت على هاد الشكل اللي لاحظو معا ومن بعد كنناخد جوبن ديال الصندويتشات كنحاول نرتبو على هاد الشكل اللي كتلاحظو غير في الوسط ومن الجواني بما نقيسوه مش ما نقيسوه مش بالجبن نخليو واحد المساحة ما بين يعني دوك الجواني بتكون فارغة فاو الشكل واضح ليكم هنا كنناخد المورتاديلا او الكاشير انا هادا غير العادي ماشي الحار الى كيعجبكم الحار يمكن لكم تخدموه بي انا دولي كمتوفر عندي خدب تبيحته وكنن نرتبو قطع على هاد الشكل كيف ما كتلاحظو معايا لما كاش كيعجبكم المورتاديلا فاو ممكن الاستغناء علي ماشي اجباري تخدموه فقط بالجوبن ديال الصندويتشاته وشي حوشوه المويم انتوما على اللي مطوفر عندكم ما تقدروا تديرو الحوشوه ديال كفتم تكونو طيبتو هادجا ومويم بقوامها وكل شي وديروها كطبقة بلاس المورتاديلا المويم انتوما كيبقى لكم الاختيار ودائما اي حوشوه ما كتتوصلوهش للجوانيب دائما كتخلوه داك الجوانيب فارغين هنا يفرغت هذيك الكمية اللي طبقاتها عندي من اللبطاطم سوف يكن حاول ايطاليها مزيان بالسباتيول على هاد الشكل وكان مقام يعني على نار كتكونو متوسطة ردين البال ردين البال التورتية ديالا باش ما تتحرق لناش من التحت سوف يكن ديرها فطب صغير او من بعد كنعود كنقلبها باش هكدا كتتحمر النام من جيال اخرى سوف يكن بقاوه معا حتى كتتحمر وكتتخديني ذاك اللون الذهبي كتتبقاوه مرة 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 تتقلبوها هكدا من جيال 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 باش كدتتخديني واحد اللون كله كيكون حمر ومحمر على هاد الشكل وهناي كتصبح الطرطية ديالنا جاهز على هاد الشكل كنا نقدمها بصحة وراحة كتجي الديضة في الماداق وانا متأكد الاجراتها غتعجبكم وتعجب موليداتكم فشكني ما كتعجبوش البطاطا بحال الكبار بحال الصغار كنا كان حماقوه على البطاطا فكتجي هاكدا الوصفة ديالنا من الداخل فكيجي في هادك الفرماج وايضا داك الكاشر كحوشوان كتجي الديضة وضروري اتخدو بعيد الاعتبار باننا ما خدمش بالملحة نهائيا حتى بغيت نخلط هادك البيض عد بشضط في شوية ديال الملحة صافي لانا عدنش بالجبن مالح وايضا المرتديلة كتكون مالحة بش يالله كتجي داك الملحية هي هادك او مضبوطة فاخدوا هاد ملاحظة بعيد الاعتبار وشاهية طيبة كنتمنى شاء الله تجربوا هاد الوصفة وتنال اعجابكم وتردوية الخبار باللي كان كنقول لكم السلام عليكم وفي امان الله الى حلقة قادمة ان شاء الله قبل ما نسلي هاد الفيديو الى عندكم اي اقترحات لأي وصفات ان شاء الله بيتنوحضرها معكم في الفيديو هاد القادمة فما عليكم غيتخلوليا اقتراحاتكم في التعاليق ومرحبو ألف مرحبو بأي اقتراح كنقول لكم درسلام عليكم وفي أمان الله إلى حلقة قادمة إن شاء الله شكرا لكم